اشتركوا في القناة الوزراء يعرب عن تضامنه ودعمه لمصر في ظل الظروف الراهنة ويؤكد مساندته لإجراءات الحكومة المصرية سوف نسأل أي وزير مقصر سواء رئيس الوزراء بداية أو أي وزير إمهال لحين انتهاء العطلة البرلمانية باستخدام أداة المساءلة لغة العتساني في مخاطبة لمبارك ووزرائه من المقصرين أقول للوزارة لن نتوانى في الدفاع عن أبنائنا الطلبة قرت اللجنة بتحديد أولوياتها إن شاء الله فترة اللجنة المالية البرلمانية تحدد عشر أولويات والطاحوس يدعو الحجرف إلى تعديل أوضاع الطلب المبتعثين تجمع هذا الرسالة نناشد فيها سمو رئيس مجلس الوزراء بعد أن تعسفت وزيرة الشؤون في تطبيق القانون أبناء منطقة العمرية ينتفضون ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويناشدون رئيس مجلس الوزراء إنهاء معاناتهم نشرة الأخبار من تلفزان الرأي أهلا بكم في اجتماعه الأسبوعي أعرب مجلس الوزراء عن وقوف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع مصر ودعمها للإجراءات والجهود الإيجابية التي تقوم بها الحكومة المصرية لتكريس الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة المواطنين وشدد المجلس على ضرورة تفعيل الحكومة المصرية خارطة الطريق التي رسمتها وفق برنامج زمني بما يكفل الاستقرار وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري واستعادة المكان المعهودة التي تحظى بها أرض الكنانة وأكد أيضا مجلس الوزراء على قدرة مصر على تجاوز هذه المرحلة الحرجة ومواجهة كل ما يهدد وحدة الشعب ويستهدف أمنه واستقراره ومقدراته وفي الشأن المحلي أكد مجلس الوزراء أن محاور برنامج العمل مجتمعة إضافة إلى مرئيات مجلس الأمة التي سيتم التشاور حولها تشكل منهج عمل يحدد التزامات الحكومة ومهامها واختصاصاتها الدستورية خلال فترة ولايتها إمهال لحين انتهاء العطلة البرلمانية الصيفية فعزم على محاسبة كل مقصر سواء كان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أو أي وزير في حكومته ولم يقوم تجاوزات وزارته موقف شدد عليها النائب رياض العتساني والذي أكد في تصريح للراي إن الأخطاء التي تشوب العديد من الوزرات لا يمكن غض الطرف عنها ما لم يتخذ الوزراء المتوعدون بالمساءلة خطوات إصلاحية لإنهاء العبث الدائر داخل وزارتهم إذا كان هناك أكثر من خطأ لأكثر من وزارة ورئيس الوزراء عند رقابة ذاتي على الوزراء يفترض أن يصلح اليوم هو موضوع أنه مجرد وزارة وحدة في كثير من الوزارات نحن نتكلم عن وزارة الشئون وزارة البلدية وزارة التعليم العالي التنمية يعني خطة التنمية على سبيل المثال أنت لست راضيا عن هذه الحكومة برمامها تقريبا؟ لا كبداية لم تطبق المادة 98 من الدستور لم تقدم برنامج عمل ذكرت خطة التنمية تم صرف 7 مليار ونص دينار كويتي أين هي على أرض الواقع؟ عندما تصرف هذه المبالغ الهائلة وما شفنا مشاريع أنا أشوف الفترة كافية بالنسبة حق العطلة البرلمانية ثلاث شهور أنا فترة كافية أن يبدون بوادر إصلاح بوادر تطوير وإلا؟ وإلا تكون محاسبة أنا أكون واضح المجلس عندنا جناحين الرقابة والتشريع فيجب تفعيل الرقابة مهلة الوزراء ثلاث تشهر في حال عدم تطوير البلد وعدم نقضاء الفساد يجب علينا ونحن أقسمنا باحترام الدستورة تطبيق القانون سوف نساءل أي وزير مقصر سواء رئيس الوزراء بداية أو أي وزير لذلك يجب أن نخطو خطوات إصلاحية عسا نكون صادق وصريح مع الكل حفل اليوم البرلماني بالعديد من التصريحات النيابية التي صوبت نحو وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف نظرا لبعض المشاكل التي يعانيها الطلب المبتعثون في الخارج وفي المقابل كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على موعد مع اجتماع لتحديد أولويات المرحلة المقبلة التفاصيل في تقرير لمحمد الحياري غادات تكليف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الأمانة العامة للمجلس إعداد الأولويات عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا خلص لتحديد عشر أولويات توزعت بين زيادة اكتتاب الدولة في بعض المؤسسات الإسلامية ورفع رأس مالها في أخرى فضلا عن أولويات تتعلق بالوكالات التجارية وقانون البي أو تي وغيرها قررت اللجنة بتحديد أولوياتها إن شاء الله للفترة القادمة سوف تبدأ اجتماعاتها بإذن الله في تاريخ خمس تاريش تسعة ورح يصادف بكل يوم أحد والأسبوع الذي يكون فيه جلسات رح يكون إن شاء الله بشكل يعني بأكثر من جلسة حتى ننهي المشاريع القوانية الموجودة على جدوة الأعمال والاختراحات التي تقدم من الزملاء أعضاء مجلس الأمة من الأولويات طبعا اليوم امتهت لها اللجنة في اجتماعها الثاني وهو مشروع قانون بشأن تنظيم البناء والتشغيل والتحويل والأنظم الشابه وتعديل أحكام المرسوم بقانون رغم 105 سنة 1989 في شأن نظام أملاك الدولة والأخرى الثاني رغم اثنين مشروع قانون في شأن المناقصات العامة الاقتراح بقانون رغم ثاته طبعا الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون في شأن تحويل مواجهة الفطولة جوكويتية الأولويات الرابعة مشروع قانون في شأن تنظيم الوكالات التجارية وبعد ذلك مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفي النشاط البرلماني تركيز على القطاع التعليمي وتحذير لوزارة التعليم العالي والوزير نائف الحجرف نابع من أوضاع طلبة جامعة الكويت المبتعثين في مصر والولايات المتحدة وطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وسط دعوات لزيادة أعداد العاملين في المكاتب والملحقيات الثقافية أن وزارة التربية قد اتفقت مع هيئة الاستثمار وكان بينهم مراسلات بإنشاء سكن للطالبات إلا أن هذا السكن تعطل لمدة أكثر من سنة ونصف دون العلم بأسباب استمرار تجديد عقد مع فندق مروة الذي لا يليق حقيقة أن يكون السكن عادي حتى يكون السكن لطالبات الكويت في مصر أنا أوجه كلامي إلى وزير التربية الدكتور نائف الحجرف بأني أقول له صراحة وأقول للوزارة لن نتوانى في الدفاع عن أبنائنا الطلبة ولن نتوانى في أن نوجه أسئلة برلمانية قاسية لأننا نرى بعين الاعتبار طلابنا ما دمنا ننشد بأن العلم يبني بيوتا لا عمادة لها ويكفينا جهلا أهدمنا طوال تلك السنوات السابقة نطالب بتوحيد لوائح جهات الابتعاث ومن ثم كذلك زيادة كوادر المكاتب الثقافية تزامنا مع ارتفاع عدد البعثات وينبئ النشاط البرلماني الصيفي بدور عقاد حافل بالعمل وسط تفاؤل بالأجواء التي تخيم على علاقة السلطتين محمد الحياري الراي نظم أهالي منطقة العمرية تجمعا لإضاح موقفهم من تعسف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الذكر الرشيدي وعدم تطبيقها قانون التعاون ووقع الأهالي على أطول عريضة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يشتكون فيها الوزيرة لتعطيلها قرار فصل جمعية العمرية عن الرابية بعدما بلغ الفساد مداه من قبل إدارة الجمعية هذا تجمع ما هم وجه ضد أحد تجمع هذا الرسالة ناشد فيها سمو رئيس مجلس الوزراء بعد أن تعسفت وزيرة الشؤون في تطبيق القانون يعني الناس هذه ما طلعت بهالجو الحار اللي أنت شايفه على أساس شيهيا هذا التجمع ما جل بعد ما يأسنا تسع شهور حصلنا على جميع الموافقات وزارة الشؤون حصلنا من لغار المعنية من القطاع المعني قطاع التعاون بتوقيع الدكتور جاسم أشكناني طلع من الوكيل أيام ما كان محمد الكندري ووصل إلى مكتب الوزير بعد ما صار على مكتب سالم الإذينة اللي كان موافق معطينا السير بإجراء وصدار قرار نحلت الحكومة وللأسف تولت الحقيبة الذكر الرشيدي بعد ما جات أستاذ الذكرى وقفت القرار وألغت طلبنا مقابلتها ثم مرات رافضت قابلنا على النقيض قاعدت قابل الطرف الآخر بدن ما طالبنا إحنا أصحاب الحق وإحنا الأهالي إحنا ناشط بتحديد موعد مع سمو رئيس مجلس الوزراء لعرض المستندات التي تدين الجمعية وتدين وزارة الشؤون والفساد اللي عليها على أساس نكشفهم ونبين إحنا نطالب بتطبيق قانون ما طالبنا شيء زايد تفاعلا من الصياد للمتظلمين ضد القرار السابق الذي أصدره وزير أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة شيخ محمد العبدالله المبارك أصدر قرارا وزاريا ألغى بمجبه قرارا صادرا للوزير السابق محمد الهيفي والخاص برؤساء الشعب الصيادلة وجاء القرار بعد أن تقدم نحو أربعين صيدليا بتظلمات أمام الوزير العبدالله بوجود العديد من الأخطاء في القرار السابق أولها عدم عرض تلك الأسماء على لجنة الوظائف الإشرافية وعدم وجود ترشيحات من جميع مديري المناطق ووجود من قدم استقالته منذ أكثر من عام ضمن رؤساء الشعب في هذا القرار في موضوع آخر أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمرا بإيقاف الإمام والخطيب شاف العجمي عن الخطابة حتى إشعار آخر وفي هذا الصدد علق العجمي على قرار إيقافه بأنه استراحة محارب لبري النبال وحد السنان مضيفا أن بعضا من ضباط الأمن كانوا ولا يزال يصلون معه الجمعة وكانوا ينقلون خطبه بشكل مشوه للأوقاف حتى طفح الكيل ومال الميل وانقطع الحيل وراء السيلة فهددوا وأزبدوا في ظاهرة تتكرر بين الحين والآخر قام أحد المقاولين بهدم بناية استثمارية في منطقة حولي بصورة خاطئة دون اتخاذ إجراءات الأمن والسلام المتبعة في مثل هذه الظروف مما جعلها تنهار بصورة مفاجئة وكادت أن تسقط على المتواجدين لولا العناية الإلهية التي حمتهم ووصلت الأنقاض طريق مقابل للبناية ما جعل المتواجدين يستدعون فرق الإطفاء وقد هرعت فرقتي إطفاء مركز حولي ومركز الإنقاض الفني إلى الموقع وقاموا بالبحث بين الأنقاض ولم يصب أحد بمكروه ورد لنا بلاغ من العمليات وجود انهيار عمارة منطقة حولي ساعة 22.30 وخمس السغرة بحث إذا كانوا موجودين أحد تحت العمارة تقريباً انتم انتهاء الحادث ساعة ثلاث ونص بعد التأكد من الفرقة للإنقاض حولي وإنقاض الفني بأنه عدم وجود أي أشخاص داخل والحمد لله ما كان يوجد أي أشخاص موجودين طبعاً كان لو نطالع أنه كان سبب الحادث وهو عدم وضع السيفتي والأمان من قبل المغاول الموجود وتم استخدام عملية الهدم بطريقة غير سليمة وعدم وضع السلامة والأمان للمكان الحادث والحمد لله لم يصب أي أحد في الحادث ونتمنى أن يشبه السلامة حق الجميع وتمنى من جميع المغاولين أو أنه في حالة استخدام لهدم أي العمارة رجاء وضع السلامة والتأكد من السلامة الموجودة لعدم حدوث أي حادث أو مكروه لأي شخص حذرت السلطات السعودية الدول التي وقعت مع وزارة الحج اتفاقيات تمنع تسييس هذه المناسك ومشددة أيضاً على عدم استغلال الشعائر لأي انتهاكات تؤدي إلى أمور أخرى لا علاقة لها بالفريضة وكانت السعودية قد قررت تخفيض أعداد المعتمرين هذا العام إلى النصف للحد من انتشار فيروس كورونا وبسبب أعمال توسعة الحرم وإلى مصر حيث لقي 25 جندياً مصرعهم وأصيب ثلاثة في هجوم على سيارتين كانت تقلان جنود أمن مركزي بمدينة رفح شمال سيناء وقال مصدر أمني إن أتوبيسات نقل الجنود على طريق العريش رفح استهدفها مسلحون بقذائف صاروخية بمنطقة أبو طويلة وأصابوها ليتوفى في الحال 25 جندياً ويصاب ثلاثة آخرون وفي مصر أيضاً توقع فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسن مبارك الإفراج عن موكله خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة بعد أن أخلت النيابة سبيله في قضية القصور الرئاسية مع السمرار حبس نجليه علاء وجمال على ذمة القضية نفسها وأدلت ديب بهذه التصريحات لوكالة رويترز بعد أن أمرت السلطات القضائية بإخلاء سبيل مبارك في قضية قصور الرئاسة مشيراً إلى أن السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوساً هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل ارتفاع طفيف في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخليج خلال العام الماضي أهلاً بكم إلى الصفحة الاقتصادية أغلقت سوق الكويت للأوراق المالية على انخفاض في مؤشرها السعري بواقع نقطتين وستة وثلاثين عشر من النقطة ليستقر عند مستوى ثمانية ألاف ومئة واثنتين وثلاثين نقطة فيما ارتفع كل من المؤشر الوزني بمقدار نقطتين وكويت خمسة عشر بواقع تسع نقاط وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حوالي ستة وعشرين مليون ومئتي ألف دينار موزعة على أربعة آلاف وتسعمائة وإحدى وخمسين صفقة ارتفاع طفيف في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول الخليج خلال العام الفين واثني عشر حيث قال تقرير بنك الكويت الوطني إن هذا الارتفاع وصل إلى ستة وعشرين مليار واربعمائة مليون دولار وذلك بعد فترة من التراجعات امتدت على مدى ثلاث سنوات متتالية وعزى البنك حسن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخليج إلى الإجراءات التي قامت بها هذه الدول من أجل تسهيل ممارسة الأعمال كإجراءات اختصار الوقت والتكاليف اللازمة لبدء نشاط التجاري واصدار تصريح للإنشاء هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل انطلاق رحلة الغوص الخامسة والعشرين أهلا بكم من جديد بمشاركة بحرانية عمانية كويتي انطلقت رحلة الغوص الخامسة والعشرين وذلك تحت رعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتشتمل الرحلة على غوص النواخذة من الشباب في هيرات الخيران وهي المناطق التي يكثر فيها المحار ويتحملون صعاب المهمة ومشاقها بهدف الحفاظ على تراث الآباء والأجداد واستلهام العبر والمعاني والقيام الحميدة في التحمل والصبر والتعاون والاعتماد على النفس وستعود السفون يوم الخميس المقبل إلى ساحل النادي البحري حيث ستقام مراسم القفال عصرا في إطار احتفال شعبي كبير تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وهما متابعين طبعا لأبنائكم وأيضا أبدأ بالشكر الجزيل للأهالي المتواجدين والذين أعطوا الدفعة الكبيرة لأبنائهم للمشاركة في هذه الفعاليات وتحملهم الجو الصعب حقق بطل العالم في الدرجات المائية عبدالله الفاضل إنجازا لافتا في اللعبة بحصوله على لقب بطولة موسم الولايات المتحدة الأمريكية للعام الحالي في فئتي المعدل والمحدودة التعديل لكبار المحترفين في البطولة التي اختتمت منافسات جولاتها اليوم وأعرب الفاضل عن بالغ سعادته بإضافته لقبين جديدين وتسجيلهما باسم دولة الكويت خصوصا أنه أول عربي يحقق هذا الإنجاز موضحا أنه أول متسابق غير أمريكي يحقق لقب فئة المحدودة التعديل منذ انطلاق هذه الرياضة ترجمة نانسي قنقر نهاية النشرة تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر الراي ميديا جروب وعلى اليوتيوب الراي تيوب إلى اللقاء